وصفة النهاردة مش هتكلم فيها هي الفيديو اللي هتكلم بصوا ازالة الشعر بصراحة جميل جدا انا النتيجة صدمتني حلوة او يابانيات دي اا فيديو انا شفته وجربته بجد حلوة اوي وبشكر صاحبة الفيديو اللي عملته بصوا اا ازالة الشعر في البيت بكل سهولة الوصفة النهاردة سهلة وبسيطة مكوناتها خفيفة بجد وصفة امر 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 لايكات واشتراك في القناة وفعله الجرس عشان كل جديد وصلت مني اول باول واعملوا شيء اللي اصحابكو عشان يستفادوا معينا يلا بينا نشوف الوصفة الامر دي وتعالوا نشوف بجد انا الوصفة بهرتني اول حاجة هنا معي اا بكربوناتو السوديوم ده شكله يابانيات بتجيبيه من العطار اسمه كربوناتو السوديوم بديله اا اللي هو البيكينج بودر او خامرة الحلويات تمام بس ده اقوى شوية على فكرة خدت منه معلقة واحدة وهجيب عليها نص لامونة واعصرها نص لامون كده اا بس اشيل البزري منه وابدقي اعصريها الناس اللي عندها حساسية اا بلاش تستخدم الوصفة دي خالص الناس اللي عندها حساسية ما تستخدمش الوصفة دي خالص ما ينفعش تمام الوصفة تنفع كمان للويش تنفع الايد للرجل اي منطقة انت حابة تزلي فيها الشعر اا بس ما تنفعش للناس اللي بشرتها حساسة نهائيا هنا بصوا ابتدى الخلطة بتاعتي تعمل فوران ازاي تفاعل بصوا شايفين هقلب كويس قوي زي ما انت شايفة كده كده انا خلطت اللمون مع الكربوناتو وبعدين هبدأ ان انا احط كمان معاها معلقة من الخل صغيرة الخل الابيض عادي الخلو الابيض بيقلل آآ نميو الشعر تمام كده هاخد منه معلقة صغيرة وهبدأ ان انا اقلب برضو عشان كده بقولوك يا بنات الناس اللي بشرتها حساسة ارجوكم محدش استعملها اا انها شديدة تقيلة شوية انما الناس اللي بشرتها عادية زي وبتستحملوا الكلام ده كله او عادي استخدميها زي ما انا استخدمتها تجربة قدامكم ناخد بقى حتة صغيرة كمان وين المعجون يعني بمقدار نص معلقة صغيرة او معلقة على حسب يعني ما انت الكمال اللي عاملها انا اخد منها هنا كده حوالي نص معلقة صغيرة وهبدأ ان انا اقلبها كويس اوي اخلق بقى كل الخليط ده مع بعضه وده مهم جدا ان انت تقلبي عشان كل المكونات تتفاعل مع بعضها تمام انا هنا قلبتها هي كويس تمام كده خلاص انا قلبتها شايفين هبدأ بقى حط عليها كمان معلقة صغيرة من النشا او الكل نفلاور علشان ده يديني تفتيح يبقى خفيفة على البشرة ونعمة كمان معايا على البشرة الكمية دي تقدر ان انت تعملي بها على فكرة ايديكي ورجليكي اللي اتنين شوف كمية ايه بس تقدر يتعملي بيها رجليكي وادكي اللي اتنين بتعمل كمية حلوة انا هنا قلبتها خلاص تمام كده بصوا بقيت معايا زي كريمة زي ازالة الشعر اللي هو الكريم عارفين الكريم ازالة الشعر عامل زيه بالضبط بصوا نفس الكريم بتاع ازالة الشعر يلا بقى تعالوا اوريكم بصوا يا بينات انا هجربها هي على قدية انا قدية فيها شعره لو انتو شايفين خفيف جدا لان انا دايما بستخدم وراء اي سويت اي كريم اي حاجة بستخدم اه اللي هو بديل الليزر انا بعمله في البيت هعمله لكم بعض الخلطة دي وهوريكم الشعر ما يطلعش كتير وكمان يقلل الشعر انه يطلع معاكي اه بطريقة كتير والكلام ده كله ما يعني من فترة في فترة يبدأ ما يطلعش زي كده كتير خلص فهنا بصوا تعالوا نجرب الاول الخلطة وبعد كده نروح نعمل الخلطة بتاعة بديل الليزر دي حلوة قوي وخفيفة وسهلة جدا بصوا بقى انا هنا هحط الكريم بتاعي تمام كده الفريج بقى كمية حلوة علشان يبدأ يطلع معاكي كل اللي في ايدك او في رجلك فافريدي كمية حلوة من الكريم علا اديكي هنا بقى انا فاردت كمية حلوة زي ما احنا شايفين اهو هسيبها نص ساعة مش اقل من كده نص ساعة علشان تبدأ انها تطلع معاك كل الشعر يعني بشكل مضمون هنا بصوا تعالوا بقى جبت قطن زي ده اللي هو بتاع الميكوب اي حاجة بقى هتزلي بيها اي حاجة المهم ايه اهو وهبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم كنت خايفة بس الحمد لله النتيجة بهارتني وصدامتني بصوا الشعر يطلع في القطنة زي ما احنا شايفين شايفين يا بنات عايز اقولك ان انا ما عندي الشعر كتير الحمد لله بصوا حتى في اخر ايدي بصوا لو انتوا تشوفوا بصوا الشعر اهو من مطرح ما شلت بالقطنة وهعملها برضك تاني معاكو عشان المصدقية وتشوفوا بعنيكو انا سبتها نص ساعة تنشف تماما زي ما هي قالت انا كنت الاول بسيبها حاجات بسيطة مكانش بيطلع معايا بس سبتها فعلا نص ساعة ابتدى النتيجة قلت لأ والله لا جربها وفعلا تحفى 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 وجربتها وفعلا جميلة امشي على المكونات اللي انا عملتها بالحرف وبالضبط هتطلع معاكو النتيجة زي ما انت شايفة كده ما شاء الله اه جميلة جدا وكمان انا ما عنديش شعر كتير زي ما قلتلكم لاني بعمل بديل الليزر في البيت بعد اي وصفة او اي ازالة شعر يعني انت بعد ما بتزليها ان كنت بالسويد بالشفرة في اي وسيلة ازالة شعر تعملي على طول وراها اي خلطة الليزر دي اه هور هالك دلوقتي يلا بينا تعالوا نشوف هنعمل الخلطة ديت عشان نستخدمها بس ما تنسوش بقى تعملوا لايكات والتشجيعات على اول الخلطة اللي احنا عملناها دي ويلا بينا نشوف الخلطة الجميلة التانية بصوا هنا بعد ما جزلت ايدي بصوا يا ربي بس كون واضحة لان الاضاء بصوا ما فيش ولا شعراية بجد خطيرة خطيرة يا بنات جربوا الوصفة الامر دي وهتعجبكم يلا بينا تعالوا نشوف الوصفة التانية الوصفة التانية دي انا بعملها فعلا جميلة جدا وسهلة وخفيفة خالص بتقلل اه منع ظهور الشعر ما بيطلعش بسرعة وكمان ما بيخليش الشعر يطلع كتير اه بيخلي كمان الشعر كده اه مش خشن هنا خدت معلقة من النشا او الكولن فلاور النشا او الكولن فلاور بيدي ترتيب وتنعيم وكمان بيخلي البشرة تفتحها تبقى لونها كده حلو اه ما يبقاش لون ولون وهيخد عليها معلقتين من الخل الابيض صغيرين وزي ما قلتلك يا بنات الناس اللي عندها حساسية من الخل او اللمون ما تستخدمش الوصفة دي خالص هيخد كده معلقتين من الخل الابيض وقلبهم كويس جدا الخل الابيض من الحاجات القوية جدا اللي بتقلل آآ ظهور الشعر وما بتخلوش يطلع كتير ومع مرة في مرة بيبدأ الشعر يقل خالص ما يطلعش زي ما انا عاملة كده زي ما وردكم انا ادية دي ممكن يكون بقى لي شهر ما بعملش ولا اي حاجة الحمد لله وزي ما انتو شايفين ادية ما فيها الشعر كتير فانا ممكن اسيبها كده وعب بها عادي لان ما بيطلع ليش شعر كتير لاني باستخدم بعد كل ازالة شعر باي طريقة باستخدمها في ازالة الشعر لازم استخدم الخلطة دي بس الخلطة دي ما استخدمهاش ورا ازالة الشعر على طول ما ينفعش يعني انا دلوقتي عملت ازالة ما ينفعش ان انا استخدم الخلطة كده مباشرة لازم استنى يومين يومين على ازالة الشعر وابدأ استخدم الخلطة دي علشان الخلطة ما دي عملكيش التهابات فانا هنا بصوا انا هنا قلبتها كويس وبقت معايا زي الكريمة كده بس الخفيفة واجيب اي قطنة معايا بالشكل ده وهبدأ استخدمها على قدية تانية اللي انا ما عملتش فيها ازالة ما ينفعش ان انا عملها في اللي فيها ازالة دي خالص دلوقتي رب نكونوا مركزين والمعلومة واضحة تمام انا هنا هستخدمها بعد ازالة الشعر بيومين ابدأ استخدم الخلطة دي يوميا اسبوع بعد ازالة الشعر بيومين تمام كده وبتبدأي بالقطنة وتمشي على كل المنطقة اللي انت ازالتي فيها الشعر بالطريقة اللي انا بعملها دي تمام بصوا انش لو كدتل معاك هتفردي كده على اديكي ملوش اي اثر تمام كده اهو بتسيبيها لمدة ساعة وبعد كده بتشتفي جسمك بتسيبيها لمدة ساعة وبعد كده تشتفي جسمك حلوة قوي 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 بصراحة ما بتطلعش الشعر كتير ما بتخليش الشعر يكلع خشن والشعر بيطلع عادي قليل جدا يعني صراحة يا بجد الوصفة حلوة جدا بس عايزة بقى اللي ليها صبر وخلق كده انها تقدر تستخدم الطريقة دي حلوة قوي يعني بصوا انا مبسوطة قوي بصراحة يارب بيكون الوصفة النهاردة سهلة وعجبتكو يا ضيقات بقى وما تبخلوش على اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا